السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أبنائي وبناتي الطلاب سعدت بلقائكم اليوم سوف أقدم لكم اليوم مادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الرابع ابتداء الفصل الدراسي الأول معكم وعلمتكم حصر مح نستعدد سويا قوانين التعلم عن بعد أبحث عن مكان هادئ للتعلم أبحث عن مكان هادئ للتعلم أجهز اللابتوب وجهاز الجوال استعدادا للدرس أجلس جلسة صحيحة أجلس جلسة صحيحة أتعلم جيدا حتى أتفوق أتعلم جيدا حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى انتهى الوقت أجلس حتى انتهى الوقت إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة ترسلي هذا اليوم هو الاستحمام وماذا الاستحمام هو الاستحمام الهدف العام معرفة مهارة الاستحمام معرفة مهارة الاستحمام وماذا بعد الأهداف الخاصة أن يعدد الطالب والطالبة الأدوات الخاصة بالاستحمام أن يعدد الطالب والطالبة أدوات خاصة بالاستحمام أن يتعرف الطالب والطالبة على خطوات الصحيحة للاستحمام أن يضع الطالب والطالبة المتسخة في سلة الغسيل وأن يتعرف الطالب والطالبة على أهمية الاستحمام خطوات الاستحمام خطوات الاستحمام يا طالب وطالبتي أولا أضع الماء ثانيا أضع الشامبو على فراحة يدي ثم ماذا بعد أضع الشامبو في راحة يدي وأضع الشامبو في راحة يدي وأضعه على شاعري وأضعه على شاعري وماذا أفعل أدعكه جيدا وعندما أنتهي أضع عليه الماء أحسنتم أضع عليه الماء نهاية أضع المينجفة هذه خطوات غسيل الشعر بداية أضع الماء ثم ماذا بعد أضع الشامبو على راحة يدي وأدعوك شعري أحسنتم وماذا بعد أضع الماء على شعري ونهاية أستخدم المينجفة خامسا استخدم المينجفة استخدم المينجفة هذه خطوات الاستحمام الأدوات المستخدمة في الاستحمام ماذا ترون هنا رقم واحد هنا ليفة الجسم أحسنتم هنا ليفة الجسم لغسيل الجسم اثنان الشامبو لدينا معان شامبو للشعر وشامبو وغسيل وسائل الاستحمام والصابون للجسم للجسم ثلاثة المينجفة ثلاثة المينجفة هذه من بعض أدوات الاستحمام رسم دائرة حول الأدوات المستخدمة في نظافة الجسم رقم واحد ماذا ترون هنا؟ هنا تراب هل التراب استخدم في نظافة الجسم؟ لا اثنان ماذا ترون هنا؟ الشامبو أضع لي دائرة وكرر الشامبو للاستحمام وكذلك الصابون لغسيل الجسم هذه بعض أدوات الاستحمام وماذا بعد لدينا؟ هنا سعد يريد أن يبدو بمظهرا جميلا صل بين سعد والأدوات المناسبة لاستخدامها في نظافة جسمه الصورة الأولى هنا ماذا ترون هنا؟ هنا الرمل أو التراب هل يستخدم في نظافة الجسم؟ لا الصورة الثانية ماذا ترون هنا؟ هنا الشاب والصابون أحسنتم أصيله مع سعد ليصبح نظيف أصيله مع سعد ليستحم ويصبح نظيف هنا خطوات غسيل الشعر بالتسلسل هنا أضع ماء على شعري وأضع الشامبو على راحة يدي أضع الشامبو على راحة يدي وأضعه على شعري وأدعك شعري وأزعه بشكل مناسب وأدعك شعري ونهاية أضع الماء هذه خطوات الاستحمام يا طلابي وطالباتي هنا نشاط رقم أربعة أرسم دائرة حول الصورة المكان المناسب للملابس النظيفة للملابس النظيفة أين أضع الملابس النظيفة؟ أحسنتم أضعها في الدولة بحق الملابس والصورة الثانية ماذا ترون؟ هنا سلة الغسيل لماذا؟ للملابس النظيفة أم المتسخة؟ أحسنتم سلة الغسيل للملابس المتسخة سلة الغسيل للملابس المتسخة أحسنتم نشاط رقم ستة صل أدوات غسل الجسم بالصورة المناسبة لها أدوات غسل الجسم هل المشط في الصورة رقم واحد من غسيل الجسم؟ لا والصورة رقم اثنان ماذا ترون هنا؟ أحسنتم هنا الشامبو والفرشات لدعك الجسم هي من؟ من أدوات الاستحمام وكذلك الصابون من أدوات الاستحمام الصورة رقم ثلاثة الصابون الصابون أيضا من أدوات الاستحمام هل انتهيتم؟ أحسنتم ممتاز أحسنتم يا طلابي وطالباتي ولدينا نشاط رقم ثمانية أرسم دائرة حول أدوات الاستحمام وأدوات تستخدم لتجفيف الشعر هنا ماذا ترون هنا؟ هنا صورة مجفف الشعر أحسنتم وماذا بعد؟ والشامبو والمينشفة ما هي الأدات المستخدمة في تجفيف الشعر؟ ما هي الأدوات المستخدمة في تجفيف الشعر؟ أحسنتم المنشفة أحسنتم المجفف الشعر وكذلك المنشفة تستخدم لتجفيف الشعر أحسنتم هنا هذه الأدوات المستخدمة لتجفيف الشعر هنا الاستحمام تطبيق عملي للاستحمام يا طلابي وطالباتي هنا لدي مجموعة من الأدوات وتطبيق عملي للدمية للاستحمام ماذا نحتاج للاستحم؟ ماذا نحتاج؟ ماذا نحتاج؟ بداية نحتاج الماء أضبط الماء على ماذا؟ أضبط الماء على معتدل ما بين الحار والبارد ما بين الحار والبارد وماذا أحتاج للاستحمام يا طلابي وطالباتي أحتاج ماذا ترون هنا هنا أحسنتم هنا ليفة متخصصة للاستحمام وغسيل الجسم ماذا بعد لدينا ماذا نحتاج الماء أحسنتم نحتاج الماء للاستحمام وماذا بعد نحتاج الشامبو ونحتاج الشامبو لماذا للشعر وسائل الاستحمام لغسيل الجسم هذه بعض المحتويات وماذا بعد ماذا ترون هنا؟ هنا المنشفة أحسنتم هنا المنشفة وماذا بعد لدينا هنا روب الاستحمام ومن روب الاستحمام؟ هنا نبدأ بالاستحمام بداية أين أضع الملابس المتسخة؟ أضعها في سلة الغسيل للملابس المتسخة بداية نبدأ بالاستحمام هنا أخلع الروب للاستحمام الروب مستخدم للتجفيف وأضع الملابس المتسخة في سلة الغسيل أضع الملابس المتسخة في سلة الغسيل ونبدأ بالاستحمام هنا نضبط الماء نضبط الماء ما بين المعتدل ما بين الحار والبارد ونضع الماء على جميع أجزاء الجسم أضع الماء على جميع أجزاء الجسم وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ أضع الشامبو أحسنتم أضع الشامبو أين؟ على الرأس والشعر أضع الشامبو على الرأس والشعر وأدعكه وأدعكه بلطف أدعك شعري بلطف وماذا بعد؟ أستخدم سائل الاستحمام لغسيل الجسم أستخدم سائل الاستحمام لغسيل الجسم وماذا أستخدم؟ أستخدم الليفة أستخدم الليفة هنا لدعك الجسم جيدا أستخدم الليفة لدعك الجسم جيدا أدعك الجسم جيدا أدعكه جيدا لأصبح نظيفة هنا ندعكها ندعك الجسم جيدا بماذا؟ بالليفة المخصصة للاستحمام وماذا نفعل وبعد أدعك الجسم جيدا أضع الماء أضع الماء أضع الماء أضع الماء أضع الماء على جميع أجزاء جسمي أضع الماء على جميع أجزاء جسمي هنا انتهيت ماذا أفعل أستخدم الروب أحسنتم وماذا بعد والمنشفة للتجفيف بداية أجفف رأسي أجفف رأسي وماذا بعد وأجفف جسمي بالمنشفة المخصصة لجسمي أجففه جيدا أجففه جيدا وماذا بعد ألبس رأوب الاستحمام وأجفف شعري بماذا بالمجفف أحسنتم أجفف شعري بمجفف المخصص له هنا تلبس ألبس رأوب الاستحمام رأوب الاستحمام وهنا انتهيت وأصبحت نظيفة للغاية هنا انتهيت وأصبحت نظيفة للغاية وأنتم يا طلابي وطالباتي لابد أن تستحمون لابد أن أستمحم وأحافظ على نظافة جسمي أحافظ على نظافة جسمي أحسنتم يا طلابي وطالباتي هنا انتهينا نراجع ما الأدوات اللازمة للاستحمام ما الأدوات اللازمة للاستحمام ماذا احتجنا للاستحمام هذه الدمية ماذا احتجنا ماذا احتجنا في الاستحمام هذه الدمية احتجنا أولا الماء أحسنتم وضبطت الماء على حرارة متدلة أحسنتم واحتجت المنشفة أحسنتم وهنا الليفة المخصصة للاستحمام وماذا بعد والشامبو أحسنتم احتجنا الشامبو وسائل الاستحمام لغسيل الجسم أو نستخدم الصابون ونضع الملابس المتسخة في سلة الغسيل ونلبس ملابسنا أحسنتم يا طلابي وطالباتي قد انتهينا من التطبيق العملي للاستحمام أحسنتم قد وصلت إلى نهاية درسي طلابي وطالباتي يجب مراعاة التالي عند اكتساب هذه المهارة أن يشترك كل من الأسرة والإخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها مع أن تجزد هذه المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها مراعاة قدرات وإمكانيات الطالب عند التدريب على أولياء الأمور تعميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على طريقة الاستحمام التوصية الحرص على المراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية حل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس علينا مراعاة الفروق الفردية بين طلابنا وطالباتنا وتبسيط الأهداف لهم إذا احتاج الأمر التركيز على رفع مستوى الدافعية وخلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواعه المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة ومن حولنا قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم كانت معكم معلمتكم حصر ميح إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر